أرسل إليك وأنت في داري الحق أنا معوجودة في القصر بحكم أني أم يوسف يوسف الذي أراد الله أن يكون على اسمك رغم أنه يوسف ابن هلاوي لا أرتاح لتلك الحقيقة لكنني لا أملك أن أفقد وحيتي أو 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 غادر هذا القصر الذي لا أراك الذي لا أراك فأقول لك لنفين صاحبة القصر عملت الحفلة دي عشان تختار عروسة لابنها هو اختار مين صمعك بحكي اختار خدامة جدتي ندرة خديجة هنم زهلت زهلت ومشتها بعيد 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 بس كله راح السد راحت الولد راح خدامة راحت فضل القصر بس لا بس ست موجودة انت يا ستي انت موجودة زي ما كون موجودة أحكي لك ولا انت بتعملي إيه؟ هما ثلاثة أيام هو كل ده حصل ان الولد حب موسيقى يمكن لو ما كانش حب موسيقى كنا كلنا ارتحنا موسيقى حب ده عجيب موسيقى عجيب موسيقى 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 ليه يوسف؟ ليه؟ ليه كدبت؟ ليه دريت؟ ده أنا حبتك وانت واقف قدام بابا القصر حارس ليه؟ ما حصلش انت حبت الشاب اللي واقف قدام قصره تفرض حبت اللي بيملك القصر بس مستغني عنه حبتك انت صدقت حلمك واملت به لا دا بعدين لو كنت عرفت ان مجرد حارس على الاصر مكنتش هترجع تاني يا سلم انت بتجيب الكلام دا منين دا انا جتلك لغاية عندك وقلت لان بحبك وعايز اتجوزك هو دي كان عرفت عرفت ان مش وصف التالت بنصحب الاصر فان الحب ايه اللي غيرك يا سلم مش اللي بيحبه ما بيكرهش ما بيكرهش باب بيقلق بيتوتر بيبقاش عنده ثقة ما يصدقش دا لو كنت بتحبيني ما كنتش كذبت يا يوزف الحب والكذب ما يكتمعوش انا كذبت عشان تحبيني انت اول ما عرفت ان غفير على الباب القصر طبقتي لي متين جنيه في ايده اغسى عليك هو دا اللي انت فاكره بس انت عجبتك الفكرة يا سلمة فكرة ان عندي قصر وانت طيبة وقلبي قبيل فطبيعة تحب واحد عنده قصر وحكاياتي يعني انت لو كنت قلت لي من الاول انت مين ومن مين انا ما كنتش حبيتك لأ متها يقلي لأ كل الوقت انا عايز ومش عايز وريس ومش وريس كل ركني في القصر دا بيقول اني مش يوسف التاري انا حتى مش عارفت انك في القصر كنت واقف قدام القصر محتارة بحد ما ظهرت قدامي وكل حاجة لغبتك بسبب يانا ايوة بسبب ايك انت انا كذبت وزورت وقابلت اللي مش لايه عشانك عشان ما نخسركيش وديك خسرتني يا يوسف او الحب دا هو اللي قلب الدنيا